شكرا لكم شكرا لكم اشتاقيت لكم هواية عرفتهم من اشتاقيتكم وتصيرون علي وتكتبوا لي رحوم هواينج موجودة بس مثل ما شايفين شوية الوضع يعني الوضع يعني حتى الواحد يطلع بمارس حياته الطبيعية مثل ما موضع بسوريا وتركيا مانساوي 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 واحد مانا نفسه لا يطلع ولا يروح ولا يجي ولا يصرف حتى اكل اني حتى بهاي الفترة ضعفت كل شوية حتى اكل القوة دا اكل يا رب يرحم الناس اللي راحات ويصبر اهاليهم ويشفجر حوله يلا معاني متواجدة باستنبول من يوم السنزال اليوم لهذا هاي اول يوم اطلع من البيت اطلعت ما شفت الباب بمار البيت وعشر ساعة قاعدة البيت من اخوار اه بسم الله ما قاعد يعني يجي عوالغ او بسع نصل بالسوشال بينا باسم نيتي ومنيتي وساعد الناس بيتي ومنيتي يعني يكون كحصرة بقلبه كل ما اشوفه كل يا رب يكون يكون اقدر اروح بس الحمد لله يعني دولنا العربية والعراق والتحديد ما قصر وموجودين هناك ومساعدة طبعا هذا اقل واجب نقدم الاخواننا بسوريا وبتركيا اقل واجب نقدم هاي المساعدات لانه بطل هذا سوريا هذا تركيا هذا محالة انسانية ماضيها لا جنسية ولا عرض ولا دين ولا 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 ايشي فهذا واجب كل انسان عند الاستطاعة يساعد ايشي كان لا يقوم ولا شي لانهما حاليا اقوناس لحد الان لحد الان لا يملك الشوارع ومعادها المطار ومعادها الملابس فهذا يعني اللي عنده القدرة ان يساعد لا يقصر يا رب ان شاء الله احنا متعدين وبس والله يقعنا لا يحفظكم ويشان Phase تشايا دعونا احنا